اطلع نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس سامي باهرمز على نشاط الفرق العاملة في محطة الوزن المحورية المتنقلة في طريق دوفس بمحافظة أبيان والرحاب في عدن جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمحطة ومعرفة مدى مستوى سير الأعمال في ضبط الأوزان وإجراءات التعامل مع المخالفة منها مستمعا لشرح حول الأعمال الشهرية عبر الميزان المحوري في ضبط الحمولات المنقول المتجاوز للحد المصرح به قانونيا وكيفية التعامل معها كما تفقد الأعمال الجارية في الميزان المحوري على طريق الرحاب في خور مكسر بالعاصمة المواقعة عدن وأشاد باهرمز بالجهود التي يبدلها العاملون في محطات الأوزان مشددا على الفرق الهندسي العاملة على مواصلة الأعمال بذات الوتيرة